عقد مؤخرا حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركي لقاءا جماهيريا بمختلف الطبقات الاجتماعية والمهنية والمحلية وذلك بهدف مناقشة السلام والتعيش السلمي حضر المناسبة بعض من المسؤولين الإدائرين والعسكريين بالمنطقة تقرير الزميل عائشة أحمد دوكي بعد تسلمه لمحامه حاكما لإقليم بحر الغزال طاهر بركي قام بسلسلة من اللقاءات مع مختلف الطبقات الاجتماعية والمهنية والمحلية بالمنطقة وذلك بدءا بالسلطات الإدارية والأسكرية والتقليدية وفي أثناء هذا اللقاء ناقش حاكم الإقليم مواضي مختلفة حول تشغيل جهاز الدولة بالمنطقة لا سيما احترام السلم الإداري تبقى لنصوص وقوانين الدولة المتمثل في الإدارة الرشيدة للموارد المالية وتحسين الخزين العامة والبحث عن الهلول للعزمات المحلية وخلق بيئة صالحة تساعد في نشر السلام والتعايش السلمي بين السكان كما نشد الحاكم كل المعانيين ببزل المزيد من الجهود لعجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل رفاهية السكان وفي نهاية اللقاء قدم الحاكم طاهر بركين رسالة لقوات الدفاع والأمن طالبا منهم توخي الحزر ومكافحة الإرحاب والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم بالإقليم